موسيقى مرحبا بكم وسهلا موسيقى موسيقى وهون في مدينة العيون. البرنامج يقاسبني معه في التقديم زميلي الحافظ وأنا معكم رباب الده. الحافظ تكلمنا على البرنامج وحاول تقربنا أكثر من البرنامج شوي. مش حالك رباب لبسالك. بخير. الحمد لله كل شيء خيري الحمد لله. بسم الخير. الحمد لله. بسمك وبسمي الرحب بالمستمعين والمتابعين. ونتمنى حقيقة على أن يعجبهم البرنامج. وتعجبهم هذه الخالفية التي اخترناها لهم. ونقول معلومات لا يقبلوا علينا. البداية دائما تعود صعيبة وواعرة. ولكن بالمناسبة رباب حقيقة سابق نقول للناس كيف هو هذا البرنامج. وعناش له يتكلم وعناش له يتم. نبقى في البداية حقيقة نشكر المستمعين والمتابعين التي تتبعوني خلال أسبع سنوات من برنامج تين دوف تحت المجهر. ونبقى نقولهم كذلك على أنه ميد راديو في عمرها 14 سنة. 14 سنة كملتها ميد راديو. وأسبع سنوات كمناها يعني وعشناها مع ميد راديو من خلال برنامج تين دوف تحت المجهر. هذا البرنامج طبعا الرباب كانت فرصة بعلني عربت ياسر وتعلمت ياسر وجبرت قدر من الناس سواء منهم اللي كانوا في مخيمات تين دوف سواء منهم اللي كانوا معتقالين. بغيت نقول لك يعني بعبارة تألم وتبقى في الأخلاق. كنت عندي واحد النظرة بعلنه واحد النظرة للبوليساني وما هي النظرة اللي اكتشفت من الناس اللي يعني تعرضوا للتعذيب وتعرضوا للتنكيل. كانت فرصة كذلك على اني سمعت قصص وألام واحدين عاشوا طبعا هذه السنوات. عاشوا الاعتقال في الراشيد في قوارة بويلا وفي بلايس ثانية. ولكن بالمناسبة السابق ندخل هذه التفاصيل نبقي نشكر ميد راديو اللي كانت سباقة. وهذا هو الهدف من القناس يا سياسة القرب على انها تقرر دائما المستمعين والمشاهدين من كل المسلاة عندهم مثلا عن غموض والله لوبس والله. القناة كانت محطة هي تعتمد بالاساس على السياسة القرب. وشعارنا دائما الاذاعة القريب منكم. وكانت الحمد لله قريب عبر البرنامج تندوف تحت المجهر. قريب المستمعين بمخيمة تندوف. وفي موليتان ولحقة السودان ولحقة سميصر رياسا من المتتبعين والمستمعين. طبعا راببكي قلت في الموضوع لانه ميد راديو كانت سباقة بعلنها فتحة مكتبة هنا في مدينة العيون في سنة 2017. وكانت اول حلقة من البرنامج كانت عن المسيرة الخضراء. واللي كانت مناسبة لاني درت لقاءات مع ناس شاركوا في المسيرة من هون. وناس كذلك يعني قبضتهم المسيرة وهما موجودين داخل مخيمات تندوف. شنو سموا عن المسيرة وهما داخل السجون. شهادت ناس كذلك ما عايشوا المسيرة ولكن شافوا النتائج اللي جابت المسيرة الخضراء. كانت فرصة كذلك على اني نجبر تركة وطافلات سقار خلقوا وكبروا في مخيمات تندوف. عاشوا ظروف شن التحولات اللي خلقتهم كذلك عاقمنين فترجعوا للأرض الوطن. التحول الكبير اللي خلق في حياتهم من شخص كان موجود داخل مخيم. اجبر راسه بعد يعني سنوات هو في الأقاليم الجنوبية. طبعا الصورة اللي كانت عند الناس اللي فهم في المخيمات ما هي الصورة اللي اكتشفوها من يفاتوا جاو ورجعوا يعني للأرض الوطن. لأنه بصراحة من الصعب جدا عنه تائما تكون صعوبة طبعا بتحول رقاج. يعني إنسان قارمني نتقال من بلد لبلد كيجي تحول في حياته وخلي رقاج يعني أربع واكبر داخل مخيم. تنعدن فيه طبعا يعني ذي اللي ينقال له الأحزاب ذي اللي ينقال له السياسة. لأنه ذي الشي كامل ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو خالق. يعني معلومة شي من بر واحد مصدر واحد هذا والإشكال. وهي حقيقة مناسبة الرحم على بعض الضيوف اللي كانوا ضيوف عندي في البرنامج واللي انتقلوا إلى أرض البقاء. نذكر منهم طبعا يعني الأب والشيخ يعني رحال سيد أحمد رحال الله يرحمه. نذكر منهم كذلك المقيم مضو آخرين حقيقة. ونذكر كذلك القاضي الأحمدي يعني الشاب الفاعل المدني اللي كان كذلك ضيف على هذا البرنامج. نشكرهم حقيقة كاملين بس كانت فرصة كذلك يعني نشكر هذوك الناس كانوا يتابعونا في البرنامج. وليوم نعيطولهم وننادوهم بعلنهم يتابعونا فنسخة جديدة من برنامج جديد ينقلوا الخيمة الكبيرة. طبعا الخيمة الكبيرة رباب فقط يعني يكن قربوا المستمعين والمتابعين هو برنامج جديد على ميدراديو. لأن ميدراديو حقيقة يعني خلال هاي السنوات كل سنة تكبر معنا ويكبروا كذلك المستمعين معها. وميدراديو دائما يعني تبقي تجدد وتبقي كذلك تكون قريب من المتابعين والمستمعين. ونبقي نقول عن ميدراديو ماشي فقط يعني هي في الصحراء هي كذلك اختارت يعني مختلف الثقافات ومختلف اللهجات الموجودة اليوم على ميدراديو. كل يعني فئة من المجتمع تلقراسة في ميدراديو. وكيف دائما يعني نقول للمستمعين على أنه لذاع مكسب حق زين ومونك للسماعة واللي مع أنه صايبين ميدراديو لذاع. برنامج الخامل الكبير رباب له يهتم بالثقافة الحسانية بالتقاليد بالعادات ليهتم كذلك يعني من خلال اللقاءات ليندرهم كذلك مع الشباب المشاركة السياسية العلاقات الاجتماعية ليتكون في مجموعة كذلك من الروبرتاجات في بعض المواضع اللي ينزلوا للشارع ويثوروا ربرتاجات مع الناس. نعدهم كذلك بما أنه على مقروبة إن شاء الله من شهر رمضان الكريم ليتكون حلقات خاصة عن هذا الشهر الفضيل. نتمنى حقيق على أنه البرنامج ينال إعجابهم وينال رضاهم. حق بعد زميلي الحافظ هو الخيمة الكبيرة نافذة على مجموعة من المحاور ما هو ليس تختصر فقط على الثقافة الحسانية. بالعكس هي التي تعدل نظرة عن قرب على الجانب الاقتصادي التي تحظى بها ربوع المملكة الأقاليم الجنوبية. الذي ينعرض الجانب الاجتماعي تنعرض التنمية التي تحقتها هذه الأقاليم الجنوبية. ما هو فقط فعلاً التي تقبض حيث كبير من الثقافة الحسانية ومن العادات والتقاليد. ما هي لا تنحصر اللافذة بل هي إن شاء الله تتطرق الياسر من المحاور التي تفيد تصبح في مصلحة المواطن وملي حتى المنفع العامة. لأن مدرادو تنتهج سياسة القرب وهي الإذاعة القرية من الجميع لذلك زينا عندنا أن نقربوا المستمعين في العاداتنا وتقاليدنا ووضعنا الاقتصادي وتنمية اللي لحقنا فيها الأقاليم الجنوبية. ربا بحقيقة لا سابق ما يعني ما نخلو المستمعين يعني نرجعو لهم مرة ثانية بغيت نقول لهم هذا القاف اللي هو حول طبعاً الخيمة الكبيرة. الخيمة الكبيرة عني تلحقني دون استاخيرة وخيرة كبيرة يعمني ما شابت الخيمة الكبيرة. زميلي الحافظ نسولك عن بحكم البرنامج اللي كان تقدمه سابقاً وبحكم أن مدرادو وقفت على محطات ياسرة على مظاهر التنمية وصدفت مسؤولين وساسة يتكلموا على التنمية. شنو هذه الإضافة؟ شنو الجديد اللي كان قبل؟ وكيفاش هات الأقاليم الجنوبية 2004؟ مرحباً الراباب ومرحباً حقيقةً بالناس اللي كاملة يعني متبعتنا واللي متبع برنامج الخيمة الكبيرة. ونبقي نقول على أنه الحديث حقيقة عن التنمية يحتاج للوقت الطويل والياسر حقيقة من الزمنية كنتكلمه فعلاً عن التحول اللي عرفته الأقاليم الجنوبية. سواء يعني جهة العيون اللي تم استرجاعها بستة نوبامبر من العام 75 وجهة الداخل كذلك اللي تم استرجاعها 14-18 من سنة 1979 وطبعاً ولفكرة راباب أنا من خلال يعني يعني البرنامج اللي كنت نقدم ونعد علامية راديو كنت نهتم ونهتم وكذلك يعني بدل ينقلوا التنمية ودل ينقلوا المشاريع والتطورات اللي عرفته الأقاليم الجنوبية خلال هذه السنوات. كانت فرصة بعلني جابرت معي يعني مدبر ريشال محلي بدرت حلقات من أوسرد حلقات من الداخلة من الصمارة من طرفاية من بوجدور من كذلك يعني من قليميم ومن أساززاك ومن سيدي إفني ومن الطنطان ومن مختلف يعني الأقاليم الجنوبية. صراحة شهادة للتاريخ هو الشي اللي قفتع لي على أنه الدولة دارت مجهود كبير من أجل تنمية هذه الأقاليم ومن أجل إعلانها يعني تبان تنمية حقيقية وتنعاكس كذلك على الناس اللي ساكنة في المنطقة. أنا بغيت نقول على أنه تقريباً من زيارة الملك في الذكرى الأربعين للمسائر الخضر المضفرة المدينة العيون عرفت لوراش تطور كبير جداً ما هو بالشكل حقيقي اللي كانت به السابق 2015. لأن العيون فعلاً لفين وعشرة ما هي العيون اليوم في الفين وربعة وعشرين. وحتى الداخلة حتى ولو ما زالت مثلاً ما فات مشات بنفس النساق اللي ما شابه العيون. إلا أعلنه فعلاً نلاحظ مثلاً خلال هاي السنوات الأخيرة. أعلنه فتحت أوراش وعدت على الأقل شوية التنمية تتجسد. ولكن ذكامل نبقوا نقوله للناس. أعلنه الناس دور أكثر من هذه التنمية والدور أكثر من هذا التطور والدور أكثر من هذا التقدم. والدور تنحل مشكلة الصحة ومشكلة التعليم ومشكلة الخدمات. هذا الشيء كامل يعني يبقي يساير طبعاً الظروف ويساير المراحل ويساير حتى كذلك يعني متطلبات السكان. الملك منين جل العيون هو راسه ووقف على مجموعة من الملاحظات وقال على أنه ما يمكن اليوم العيون التم هي العيون اللي كانت. على أنه خاص المسؤولين يعرفوا اليوم بعلن المرام مسؤولين قدام يعني الوطن وقدام كذلك المواطنين اللي أعطاهم أصواتهم. لأنه المنتخبين ومدبر الشهر المحلي منين يقسوا المنتخبين؟ منين بطي يقسوا السكان ويبدأوا يوجدوا الانتخابات؟ تقعد عندهم برامج تنموية. هذه البرامج يعرفوا اليوم على أنه الدولة قطعت حقيقة مع أشواط كبيرة ولكن في نفس الوقت كذلك طلبت من الناس ومدبر الشهر المحلي على أنهم خاصوا معدوم السؤولين. ويعرفوا أنه اليوم هذه المشاريع خاصة ميطبقوها لعرض الواقع لأنه الإمكانيات موجودة والموارد موجودة. إلا جينا خرصو نتكلم عن التنمية خلق التطور فيها كبير على مستوى الصحة على مستوى التعليم على مستوى الخدمات نعطيك مثلا قر جنب الصحة. جنب الصحة تركتي يحضر إن شاء الله المستشفى جامعي كبير ذا هو في مدينة العيون اللي يقدم خدماته لساكنة جيت العيون طبعا هاي الجهة اللي يقلم العيون. قليم الطرفاء وقليم الصمارة وقليم بوجدور وكذلك اللي يقدم خدماته للمختلف ساكنة الأقليم الجنوبية الثنتين اللي هم الجهة قليمي وجهة الداخلة وخدماته كذلك المواطنين الأفارقة. ما كانت عندنا كلية ديال الطب عادت اليوم الحمد لله عندنا كلية الطب الصيدر في مدينة العيون والحمد لله يعني انطلقت وبدأت كذلك يعني تقري يعني الطلبة اللي يماشيين في هذا المصار ليلة تكون ديال الصحة. اليوم في مدينة العيون موجودين كذلك مستوصفات وخدمات القرب في كل حي وبشكل حقيقة بصراحة متطور جدا ولكن نبقي نقول رسالة كذلك للناس من خلال هذا البرنامج بعلنوا المواطنين اللي يتوجهوا مباشرة يعني شور المستشفى بالمهدي أو مستشفى الحسن الثاني بعلنوا رأي خالقهم الصوصفات ديال القرب موجودة في كل حي خاص يمشوا عندهم. من يتوعد مثلا الحالات ما تتطلب علانهم يقلسوا مثلا المستشفى الكبير. ولكن المطلوب كذلك بالمسؤولين عن قطاع الصحة حتى هم كذلك يقفوا على هذه الأمور ويشوفوا النقص منين لأن الدولة وفرت الإمكانيات ولكن لازم كل مسؤول حقيقة عنه كل يوم مسؤول عن قطاعه. إلي جينا للطرق الطرق تطوره اليوم الحمد لله كين مشروعه كبير اللي هو مشروع ملك اللي ينقل له الطريق يعني المزدوج تيزنيت الداخلة واللي من خلال طبعا يعني تنقلات أشهر مختلفة في الأقالي مشتعلنه هذا المشروع الحمد لله وصل مراحل متقدمة وفتحت ياسر يعني من الأماكن في هذا الطريق وفي القليل إن شاء الله من الأشهر القادمة وربما يعني منتصى في العام أو في العام المقبل يكون إن شاء الله الطريق مثلا يعني وجد. هناك كذلك الميناء الأطلسي الموجود في الداخلة كذلك يعني الطرفها استفادت أيضا يعني من المستشفى مهم جدا حتى وقريب إن شاء الله يبدأ يقدم خدماته. بالإضافة طبعا اليوم اللي المساحات الخضرة اللي صبحت اليوم الحمد لله يعني موجود الحمد لله داخل الأحياء الملاعب القاعات المتقطات ولكن القاعات المقطات عبون. ولكن هذا الشيء ما يمنعي نقلع لأنه رغم الزال خالق نقص ولكن مسؤوليتنا مسؤولية جماعية. وبالمناسبة نبقيت نسولك رباب بحكم على أنه اليوم قطاع التعليم عرب تطور كبير على مستوى يعني الأقاليم الجنوبية. نبقي نسولك أنت منين قريتي بالضبط يعني خلال دراستك الجامعية؟ نرد عليك شيء هون هي نوع من الطرفة هذا المؤخر أنا رو الله ما هو عادية أنها مطلع سنة 2023 في الدراسة زميلات الدراسة في سلك الدكتورة يسولوني. كيف تعالى نسولك كماعية بين القوامات؟ الانتون في العيون واش مزلتون؟ لا توجد حالي من عندكم الجمال؟ لا توجد حالي من عندهم عن تلك النظرة حتى عند العيون ما زالوا فيها الحالة؟ بهم لا ارتباط الصحراء مثلاً بهاذ الانت ماذا؟ تمت لحظة نحاني طب الغداء تحول أن نزول عنهم جوقات فإنهم يضحكوا هم يسولوا حق عندهم انتون في العيون ما في الصحراء؟ ما زالهم عندكم جمال؟ ما زالهم عندكم الخيام؟ قلت لها بداي بداي العيون ريعت من كبريات المدن وعدت دينة كبيرة عدت نفس المدن الكبار مهل العيون الداخل وصمارة وبوجدور عدت تصنف من المدن الكبار فيها جميع الخدمات وفيها ياسم من المصالح فيها ياسم لحدائق وشوارع ونفورات يعني مدينة قائمة بذاتها هذا كامل الحمد لله يرجع للنموذج التنموي اللي كان الحمد لله بفضل القيادة الرشيدة الملكة البلاد الملكة محمد السادس مجيه التالي في 2015 اللي ينطرح الحمد لله نموذج ذكي ما يقتصر اللعلاء مثلا فئة واحدة مثلا قطاع واحد قطاع نموذج التنموي شمل قطاع الصحة قطاع التعليم قطاع الخدمات قطاع شي كامل يصبح مصلحة الإنسان ومصلحة المواطن بالدرجة اللي أولاك الجميل في الأمر هو أن النموذج التنموي وعدة بأيادي مغربية وللمغاربة ولأجل المغاربة ومن المغاربة هذا الجميل في الأمر وكانت فرصة دعيتهم كما تعالوا 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 ثقافوا بعينكم غيروا الخيام وشوفوا الجمال وشوفوا ذاكامل نعرف عنهم ليتفاجئوا يعرفوا حجم التطور وهذاه كامل فضل وجزئ ما هو مثلا سنوات والله الرهي الله محول ل行شرين سناء والله違う تلقى خلق هذه الطفرة اللي الحمد لله ملموسة ومرحوظة في ياسر من القطعة طبعاً رباب هي عملية البناء تحتاج لمجهود مادة كبيرة وتحتاج كذلك المجهود بشري وتحتاج حقيقة ياسر من الوقت إياك فعلاً نطور ونقدمه لأنه المراحل ديال الحياة دائماً تتقدم واللي نشوفه اليوم ما هو اللي نقدره نشوفه الصبح والتطور اللي اليوم اللي نشوفهه تطور ربما بعد سنوات ونشوفه على أنه متقاس عندك التطور اللي نحن باقين وهذه الرسالة اليوم حقيقة من هذا البرنامج لكافة مدبر ريشال محلي يالتهم يعرفوا ويوعاوا بعلنه صوت الناس أمانة والدولة إلى تعطي ميزانيات من جل التسير على هذه الميزانيات كذلك مراقبة ومتابعة يالت يعود يعرف على أنه في الأخير كلها اللي يقدم الحساب رباب طبعاً أنت قريتي مثلاً الجامعة يعني في مدن شمال الوطن وربما يعني الفترة اللي كنت تقرأي ما كانت مثلاً متوفرة مثلاً يعني هون في الأقاليم الجنوبية المعاهد اللي متوفرة اليوم مثلاً حتى كذلك الملحقات الجامعية اللي عادت موجودة اليوم في الأقاليم الجنوبية ما كانت متوفرة في ذاك الوقت وممكن إلا قد تقولينه وتقولين كذلك المتابعين دي الميد راديو تجربتك والصعوبات اللي كنت تجبري في التنقل من مدينة العيون إلى مدن الشمال كان عندنا هذا العائق أنه الإشكال أنك من بعد البكالورية تبحرش ليتعدل عندك الجامعة مثلاً أقرب جامعة هون كانت ستمية كيلومتر جامعة أقادير ليس طر أنك تسجل فيها وليتكن فهم ضروري من الكراء ضروري من مصاريف التنقل ضروري من مصاريف المعيشة وهي لي متاحة عندك هو ذلك الخيار وبحكم دراستي في مجال الإعلام كان فرض علي أني نستقر في مدينة أقادير ونتنقل في مدينة الرباط كان شوي وضع شوي متعب يا غير الحمد لله كان تجربة جيدة الحمد لله يا غير ذاك الحمد لله هذا الجيل استفاد من ياسر هذا الحمد لله من إيجابيات هذه التنمية على أنه ما هو فقط لا تخصص واحد أعادوا معاهد أعادوا معاهد خاصة أعادوا معاهد عامة أعادوا نوات جامعات أعادوا مدارس كبرى التكنولوجيا خلق مدينة الكفاءات اللي هي مشروع اللي ضخم وفي تخصصات اللي هي مطلوبة حاليا وهي كاللي يعتمد عليها العصر الجاي صراحة هذا الجيل نقول عنهم محظوظين يعني ما عندهم عذر على أنهما مثلا يتوقفوا عن الدراسة والله كل شيء حذهم كل شيء قريب يعني قطاع هذا اللي تكلمنا عنه قبيل على أنه نموذج تنوي ما اقتصر في قطل على قطاع واحد بل ما نسى حتى التعديم ما نسى أفاق الشباب هذا الواعد معناه عنه هذا الجيل الصاعد ما عنده عذر على أنه يقعد في الدار عن كل شيء هذا يعني فوجه ياسر من الاختيارات يقدر لا يدخل معاهد خاصة يقدر يدخل معاهد هذا الجديد خالق أمالي في تتحت المدرسة العلية التكنولوجيا خالق نواد جامعة ابن زهر خالق المدينة الكفاءات ومدينة الكفاءات ومشروع دخم دخم جدا وفي ياسر من التخصصات اللي تحير قدامها وهي مطلوبة في سوق الشغل صراحة هذا وتوجه المغرب على أنه دائما إلى الأمام ما يلتفت أبدا للخلف ورهانه هو الشباب ورهانه هو الجيل هذا الصاعد ودائما الشعار اللي هو تسلح بالديبلوم وبالكفاءة وبالدراسة اللي هي أهم شيء طبعا ربنا اللي نختلف معاك شوي في قضية على أنه عنه الطلبة اليوم ما عندهم عذر هو حقيقة الناس تتشكهون مثلا في الأقاليم الجنوبية على أنه القطاع الخاص مزال ضعيفة قبالة في الأقاليم الجنوبية خاصه ينكب حتى هو ويشارك ويوجيهون من أجل فعلا يعني يساهم حتى هو كذلك بدوره تخفيف طبعا من نسبة البطالة اللي موجودة ما هو بقط فالأقاليم الجنوبية موجودة في المغرب كاملة ولأنه الدولة هي أكبر مستثمر في الأقاليم الجنوبية واليوم الحمد للأقاليم الجنوبية صبحت بوابة مفتوحة بحكم لأنه رباب اليوم الحمد لله عادت عنده مجموعة من القنصريات اللي يعني من دول إفريقيا جنوب الصحراء من دول أمريكا اللاتينية دول كذلك عربية شقيقة مجموعة من الاعترابات الدولية المتزايدة اللي حقيقة نتمنى وعلى أنها تنعاكس بشكل إيجابي حقيقة على الأقاليم الجنوبية وتحرك عجلة الاقتصاد ولكن السابق حقيقة من وجه الرسالة مثلا يعني شور مثلا يعني الأشقاء أو يعني هذه الاعترافات وبطة تجسد يعني بشكل اقتصاد إلى أرض الواقع دور اليوم حقيقة ديال القطاع الخاص هو على أنه إيجي الأقاليم الجنوبية من جال أنه يستثمر خاصة على أنه موجودة جميع الإمكانيات وجميع الأمور حقيقة لتسجع على الاستثمار وعلى ذكر طبعا التكوين والتعليم الرباب هو فعلا شيء التطور كبير وهذا ما ما أخافي على أحد أولا بحكم تنقل مختلف أقاليم الأقاليم الجنوبية من خلال يعني طبعا البرنامج اللي كنت نعده ونقدم في شبكة البرامج الماضية الميدراديو وقفت على أنه مثلا ندركت بقليم معت موجودة كلية الطب والصيدلة موجودة كذلك نواة جامعية الدرس مثلا الاقتصاد الصمارة كذلك اللي هي منطقة والله مطبط إقليم مجأة على الطريق الوطني ولكن حتى كذلك كان عندها نصيبها من التنمية ونسبة كذلك حتى المعهد كذلك هذه الطاقة المتجددة ولكن اليوم رسالة أيضا يعني للناس اللي تابعونا وعلى أنه اليوم خاصة يحاول عنه يختار التكوين اللي يقربه ويسهل له كذلك العمل ويجده يجتهد من رجل لأنه فعلا يعني يوصل مثلا للتكوين اللي ممكن يوفر له العمل ولا يخليه مثلا على الأساس عنه يكبض ربما يعني واحد شهادة بتكوين اللي هو ما هو موجود مثلا في سوق العمل طبعا التنمية شملت جميع القطاعات ولكن يبقى أي شي ما عنده الكمال إلى ما حاولنا دائما عنا ننظره لعامر من الكاس ولننبقى ننظره كذلك لجزء الخاوي من الكاس ويالتنا نثمنه هذا ولكن دورنا كامل عنا نحافظ عليه ودورنا كامل نحقيق على نسجعه ونمشه القدام ولكن الدور الكبير هو على الناس المسؤولين عن تدبير الشان المحلي سواء منهم يعني مسؤولي القطاعات الحكومية على مستوى الأقاليم سواء كذلك منهم المنتخبين لأنه ربا بحقيقة أنا نفتخر اليوم منين نمشي للداخل ونجبر على أنه موجود مثلا في البلدية رئيس شاب يلا أدخل السياسة نفرح منين نشوف كذلك رئيس المجلس الإقليمي شاب يلا كذلك أدخل شان السياسي هذا حتى وكذلك هناك أمر ليقطعك هنا حتى المشاركة النسائية طبعا لنتكلم لك على المشاركة النسائية ولم بحكم تجربتي وبحكم كذلك اللقاءات اللي درت ولكن هذا الشيء حقيقي دائما ما نقول عن التنمية فقط هو الحيوط وهو الشوارع وهو الطرق التنمية أكبر وأعظم طبعا بعلننا مثلا يعني اللخصها في هذا الشيء نمشي كذلك للصمارة نجبر على أنه رئيس بلدية مهندس شاب كذلك لأول مرة يتول لشان المحلي نفرح كذلك بالداخل نشوف مثلا واحدة سيدة رئيسة جماعة ترابيا تحديدا يعني جماعة أقوينيت نفرح كذلك من نمشي القليمي نجبر على أنه رئيسة الجهة هي سيدة كذلك يعني كانت كاتبة الدولة في الخارجية كانت كذلك يعني وزيرة ومنتدبة بقطع الصيد البحري نفرح كذلك من ننجي أيضا العيون ونجبر كذلك مجموعة من الشباب اليوم اللي يعني شاركوا سوى يعني داخل نفرح كذلك على أنه المشاركة السياسية عرفت اليوم كذلك أيضا تقدم ملموس وكبير وعرفت كذلك على أنه نسبة العزوف كذلك قلت مؤخرا طبعا يعني في الشهر الماضي كنت جابت مع شاب وكشف لي رباب على أنه لأول مرة يشارك في الانتخابات ومنين سولت وقلت له شنو اللي يستجعك على أنك تشارك في الانتخابات قال خطاب صاحب الجلالة منين جاب المشروع التنمي كانت يعني خطة ذكية من جلالة الملك وقال على أنه التنمية ما يمكن تنجح بدون موارد بشرية حقيقية وبدون كذلك إشراك الشباب تدبير شهر المحلي سولت وعقم وشاركتك وواش يعني فرحت والله ندمت على أنك شاركت في الانتخابات قال بالأكس أنا فرحت ومن اليوم قال لي من خلال هذا المنبر اللي هو ميد راديو أنا نقول على أنه الشباب يلتم حقيقة ما يتموا دائما يعني يتبعوا وينتقدوا من بعيد تعالوا اليوم شاركوا ودخلوا في الأحزاب السياسية ودخلوا كذلك يعني بتسير الشهر المحلي نسا ميك دي يحكم على مسلي طبعا إلى ما جربها بقى نقول رباب طبعا أنا سعيد بعد أن تتركي اليوم طبعا هذه الجلسة وكيف ما يتابع معنا كذلك المتابعين والمشاهدين يعني الأخ الزميل المصور اللحظة هنا طبعا مجموعة من الأدوات التقليدية اللي يتمثل عدات وتقاليد أهل الصحراء هذه الجلسة اللي هي طبعا على طبلة أتاي والجمر والبن والحمد لله يعني والتمر اللي كذلك موجودين اللي أثوا طبعا هذه الجلسة الصحراوية التقليدية وهذه طبعا الأدوات نسيت البخور والبخور والبخور هذه المواد اللي أشرت لها هي طبعا واحدة من الأدوات التقليدية اللي تجسد ثقافتنا وتجسد تقاليدنا ونبقي نقول لك رباب السابق طبعا ما نودعو المتابعين على أنه إن شاء الله في الحلقات الجاية اللي يكونوا معنا ضيوف اللي نتناول معهم طبعا إن شاء المحل حقبال هل يجب أن تكشفنا شنو الحلقات الجاية اللي يتشمل والتقاليد اللي تكون كذلك لقاءاتنا مع الشباب لأنه ميدراديو كانت طبعا دائما من ضمن سياساتها الإعلامية هو يعني تناول قضايا الشباب ليكونوا معنا كذلك شاباب ليكونوا معنا شابات اللي نعالجوا إن شاء الله في قضايات قادمة يعني في حلقات قادمة إن شاء الله بدين الله تعالى المشاركة الحقيقية للنساء واش فعلا يعني لحقة المستوى اللي نطلبوه والله ما زالت دون المستوى اللي نحن باقين ولكن نبقي نشار كذلك يعني قبل ما نودع المتابعين والمستمعين دينا في برنامج يعني الخيمة الكبيرة نبقي بسمي وبسمك رباب نشكر كذلك الزملاء اللي ربما يعني ما هم بيني لكم فادي الجلسة اللي هو الزميل المصور يعني مبارك كزيز نشكر كذلك السيدة الفيلالي مريم اللي هي المديرة الجهوية للمجموعة ونحن نفخره اليوم على أنه على الأقل كائن يعني تقدم كبير على مستوى الإدارة لأنه السيدة يعني من المنطقة صحراوية من هذه الأرض ومن هذه التراب هي اليوم تسير هذه الإدارة ونشكره كذلك يعني الزملاء لأنهم ساهموا ساعدوا معنا فعلا نظهروا بهذه الصورة وبهذا الشكل وبهذا الصوت اللي نتمنى حقيقة لأنه يوصل للناس كامل نشكر كذلك يعني طبعا الإدارة على مستوى المركز بشخص الرئيس المدير العام أحمد الشرعي اللي كان سباق فعلا أنه أقبض المبادرة وكانت أول محطة إذاعية خاصة أجي وتفتح مكتبها في مدينة المدير وإحنا أنها أول قناة خاصة أصبط نشكر كذلك يعني الناس كاملة اللي تبعتنا واللي تبعت هذه الحلقة ولكن هذه هي البدايات وإن شاء الله بدن الله يعني في القادم من الحلقات إن شاء الله بدن الله لي تكون فهم مفاجآت ولا يتكون كذلك يعني مجموعة من اللقاءات اللي إن شاء الله بدن الله يتعالى تنعتركم ياسر والظهر لكم ياسر إن شاء الله بدن الله يتعالى في هذا البرنامج اللي هو برنامج الخيمة الكبيرة خيمتنا تكبر بكم ومعاكم مستمعنا كلمة بالختمة رباب ما نقدر نزيد شي عاقب كلامك حتى أنا بدوري نجدد شكري لجنود الخفاء المخرج مبارك زيز ومديرتنا الغالي على قلوبنا الأستاذة مريم فيلالي نوجه شكر للقائمين على القناة في الطالب الزاء هذه كيف قلت لك زميل الحافظة لأنها تحسب لهم لأن أول قناة خاصة تفتح مقرها في الأقاليم الجنوبية اللي كان كان سنة 2017 كانت خطوة زوينة ومثمرة وهي بما أن شعار ميدراديو الإذاع القريب منكم ميدراديو بشحمها ولحمها جاءت بحد ذاتها للمدينة العيون سابقا لنختم أضرب لكم موعد الأسبوع المقبل تحية زميل أحمد حافظ تحية لك رباب وتحية طبعا للمتابعين ونقولهم في الختام الخيمة الكبيرة عني لاحق لي دون استأخيرة وخيرة كبيرة يعملني ما شفت الخيمة الكبيرة إلى اللقاء شهد ميدراديو أح了吧 ميدراديو ميدراديو اشتركوا في القناة